صباح الخير أيها الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم وأسعد الله صباحاتكم موضوعي لهذا اليوم هو موضوع حساس ودقيق وعميق موضوع إذا كان مع النعمة جعلها نعمة حقيقية وإذا كان مع المصيبة لا سمح الله جعلها أخف بكثير بل إنه حولها إلى نعمة وإذا كان مع المعصية أيضا بالإمكان أن يحولها إلى قربة وإذا كان مع القربة فإنه يحولها إلى معصية إنني أتحدث عن شيء خطير جدا أتحدث عن أمر داخلي عميق لا يعلمه إلا الله قد يغفل عنه الإنسان ذاته وهو في ذاته ويغفل عنه أتعلمون عن ماذا أتحدث؟ أتحدث عن أمر ربما عندما يسمع الإنسان أنه لابد أن يتمثله ربما يشعر بالحنق أو يشعر بعدم الرضا أو بعدم الاستسلام لأن يطبق وينفذ هذا الأمر ولكنه إذا تفكر فيه وتأمل فيه وتفكر في الكون وتأمل في الكون وإذا مارسه فإنه يتذوقه أتعلمون ما هو؟ إنه الانكسار إلى الله الانكسار إلى الله طيب من أبأ آمن بالله؟ يعني كمان لازم أنكسر؟ لازم تنكسر منافسنا؟ لازم الذل؟ لا الذل لا يطلب من الإنسان بل إنه يطلب منه العز وكمال العز إلا لله فإنه لا ينفع مع الله إلا الذل عرفتم عن ماذا أتحدث؟ هل تذوقتم ما قلته قبل قليل؟ بعض الناس يضيق ذرعا حتى بالذل حتى لو كان لله يقول لك أنا ما بذل أنا ما بذل العقلاء دائما يقول لك ما بذل إلا لله ما بركع إلا لله ولكن هل نحن نتمثلها حقيقة من الداخل؟ هل نحن نقبلها من الداخل؟ كثيرون هم الذين يعني يقول لك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو يرافع راسه يرافع من خيره حتى مع الله كثيرون هم الذين إذا أصابتهم مصيبة أو خبر بمرض لنفسه أو لعزيز من أعزائه لولد لا سمح الله من أولاده فإنه ينقم يسخط ليش يا ربي طب ليه شايفنا مبسوطين يعني بعثتنا هاي كثيرون هم الذين يمارسون المعصية ومع ذلك فإنهم يشعرون بالكبر وهم يمارسون المعصية ولكن البعض قد يتساءلوا قل لك طيب المعصية معصية واحد بيعصي الله هي بتفرق ما هو بيعصي الله تفرق تفرق كثير هناك أناس يعصون الله وهم يشعرون بأنهم مذنبون حتى في أثناء ممارسة المعصية وبعد المعصية تنكب عليهم وتنهال البشاعر النادمة والمشاعر التي يأكل الإنسان فيها نفسه وأناس آخرون بيقول لك شو يعني أنا عصيت به القضية كثير صغيرة غير بيعصي الله في أشياء كثير أكبر من هيك وأنا شو عامل وحتى مع الطاعة بعض الناس يمكن لا يصلي كثيرا ولكنه مملوء بشعور بأنه مهما فعل فإنه لن يكون لن يوفي الله حقه وأناس آخرون يصلون وربما يصلي مثلا أكامرك عزيادة في الليل أو مثلا بعد المغرب أو 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 يقول لك لا أنا أنا مصلي أنا أنا بقوم الليل أنا عملت كذا يشعر بأن له حق على الله بأن يفعل معه كذا وكذا لأنه واحد عامل طاعات عامل نوافل إذن أين السر؟ إذا كان هذا الأمر يأتي على الطائع وعلى العاصي وعلى الإنسان المبتلى وعلى الإنسان المنعم عليه فيأتي هذه الصفة تأتي إلى كل هذه الأحوال المتباينة والمختلفة وتمزيجها يعني تجعلها إما لله وإما تبعد عن الله أين السر؟ لماذا كان هذا الأمر في هذه الأهمية الانكسار لله البعض يقول لك أنا علي أني آمن بالله أنت إلك علي أني ما أكونش مشرك ولا أكون كافر فقط ما إلك علي بعد هيك أقول لا يعني من الأشياء الأساسية أن يكون مع الإيمان بالله انكسار لله طبعا البعض يقول لك آمن كسر لله ولا أنا لا لا أنا أقول ابحث داخل نفسك أبحث داخل نفسي ترى أحيانا أنا أصح من النوم فأجد نفسي مستكينة خانعة خاضعة مستسلمة منكسرة لله وهو شعور لذيذ بالمناسبة وأحيانا أستيقظ من النوم فأنظر إلى نفسي إلى مشيتي قوامي إلى شكلي إلى قوتي إلى منصبي فأقول أشعر بأنني ممتلكة للأشياء مجرد الإحساس بالامتلاك هذا ينفي ويلغي ويلوث الانكسار لله لماذا هو مهم؟ لأنه حقيقة الواحد منا يمكث نحن الآن على سطح الأرض وما هو شكل الأرض؟ الأرض تدور حول نفسها ونحن مستقرون عليها بقوانين الله بنواميس الله ليست الأرض فقط تدور حول نفسها أيضا الأرض تدور حول الشمس إذن نحن في مهب الريح نحن في مهب الريح من أين أتينا بالثقة بالنفس؟ من أين أتينا بهذا الاستقرار وبأننا نحن راسخون؟ من أين؟ الأرض تدور بسرعة والأرض تدور أيضا بسرعة حول نفسها وحول الشمس نحن في مهب الريح هل حدث ورأيت شخصا لو أن تخيلنا مثلا أن شخص يجري عملية أو طبيب يجري عملية قلب مفتوح لمريض والمريض بشكل أو بآخر تجرى له العملية وهو مفتح وصاحي بنج موضعي أو لا بشكل أو بآخر نتخيل هذه الحالة تخيلوا المريض اللي قلبه مفتوح واللي الطبيب بيشتغل بشرينه وبيقصقص وبيركب وبيخيط وتخيلوا أنه المريض بتفرج عليه ويتكبر عليه المريض اللي نايم واللي قلبه مفتوح بيتكبر على الطبيب هل يحدث هذا؟ ولو حدث هذا ماذا كنا نصفه هذا المريض؟ مجنون؟ مختل؟ إنسان سلوكه على الأقل سلوكه غير منطقي إطلاقا بل هو مقرف ومزعج؟ هذا هو أيضا سلوك الإنسان إذا تكبر على الله أو إذا لم ينكسر تماما إنكساري لله لماذا؟ لأن قلبه مع الله ولأن قلبه المفتوح بيد الله ولأن كبده بيد الله وجسمه ومفاصله حركة غلط واحد يعملها يرفع ظهره مستعد أن يطق ظهره ويروح في غيبه بمشدة الألم لأنه في حركة في مفصل واحد كانت غلط لمدة ثانية الأرض كما قلنا نحن في مهب الريح كل شيء بيد الله وكل شيء يجري ويستقر بنواميس الله ثم نتكبر على الله الانكسار لله لا تكون الحياة ولا يكون الإيمان ولا تكون تمام العلاقة مع الله إلا بوجود هذه الصفة صفة الانكسار إلى الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أيضا الذين ينعم الله عليهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إذا أفلحنا في أن نطقنا أفلحنا في أن نطقنا الانكسار لله عندئذ ستكون حياتنا بكل تقلباتها بين التوبة وبين الطاعة والمعصية بين المحنة وبين الابتلاء وبين النعمة كلها ستكون لصالحنا وكلها ستكون لله وإذا فشلنا لا صمح الله في إتقان الانكسار إلى الله فإننا لن نحظى بشيء مهما تقلبت من الأحوال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صباح الخير